حافل بالاستقالات في إسرائيل والمثير الغرابة أن المناصب التي شهدت استقالات تعد من أكثر المواقع حساسية في الخارج وهي التي تتصدر الدعاية الإسرائيلية في تلميع صورة الاحتلال أمام العالم وتبرير جرائمه في غزة وفلسطين فهؤلاء الذين يستمتون في الدفاع عن إسرائيل هم من يستقلون الآن هل تذكرون مثلا على سبيل المثال سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة في العاد إردان نعم هو نفسه شهر كثيرا خلال أشهر العدوان على غزة وعرف عنه سلوكه الذي يوصف بالعدواني أحيانا بالشعبوي فمن تمزيق مثاق الأمم المتحدة اعتراضا على التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين إلى رفع صورة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع رقم هاتف اندونيسي ادعى فيه الرجل أن السنوار له هذا الرقم هذا الرجل قدم استقالته من منصبه قبل أيام لكن ما السبب وراء ذلك؟ قناة كان الإسرائيلية الرسمية كشفت عن السبب الذي دفع السفير الإسرائيلي إردان إلى إنهاء خدمته بعد نحو أربع سنوات قضاها في هذا المنصب وذلك بعدما رفض المحاسب العام في وزارة المالية طلبه بالحصول على شقة احتياطية تكلف الدولة نحو مليون شيكل سنويا السبب أنه كان يريد أن يعيش قرب مكان دراسة أبنائه في نيويورك إضافة لشقته الرئيسية القناة العبرية أكدت أن نيتنياهو بدل جهدا كبيرا لإبقاء أردان في الولايات المتحدة سفيرا لإسرائيل حسب مكتب نيتنياهو فإن المحاسب العام في وزارة المالية الرفض الموافقة على طلب أردان بحجة أنها نفقات باهضة لا ينبغي للدولة أن تدفعها لكن مسؤولا كبيرا في مكتب نيتنياهو انتقد سلوك المحاسب وقال كيف لمسؤول واحد إحباط التعيين الأهم والأكثر جدوى في زمن الحرب يقصد الدعاية طبعا ليست هذه الاستقالة الوحيدة خلال هذه الأيام فقد تفاجأ العالم بخبر استقالة ممثل إسرائيل أماما محكمة العدل الدولية هذا الرجل أهارون باراك في الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا شاهدناه رغم عدم تجاوز فترة توليه المنصب بضعة أشهر فقط وفقا لقوانين المحكمة الدولية فإن أي دولة تقدم شكوى أو تقدم ضدها شكوى يمكنها ضم قاضي من قبلها إلى 15 قاضيا دائما في المحكمة لكن القاضي الإسرائيلي باراك قدم استقالته من منصبه ممثلا لإسرائيل في محكمة العدل لأسباب شخصية وعائلية كما يقول بعد بضعة أشهر من توليه المنصب كما ذكرنا طبعا وفقا إعلام عبري في التفاصيل قالت صحيفات يديود أحرنوت العبرية إن أهارون باراك أبلغ رئيسه ووزراء بن يامين نيتانياو أنه قدم استقالته من محكمة العدل الدولية في لهاي وأضافت أنه في حال اختيار إسرائيل قاضيا آخر فإن المرشحين المحتملين لهذا المنصب هم الرئيستان السابقتان للمحكمة العليا الإسرائيلية دوريت بنش إستير حيوت النائب السابق لرئيس المحكمة ذاتها إليا كيم روبينشتاين جدير بالذكر مشاهدين أن محكمة العدل الدولية في لهاي قضت في الرابع والعشرين من مايو الماضي بأغلبية 13 قاضيا مقابل اثنين أحدهما الرجل المستقيل باراك بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك لكن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرارات المحكمة منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا السفير العراقي السابق في السويد والبحث الشؤون الدبلوماسية والسياسية أحمد الكمالي قال غادر غير مأسوف عليك أسوأ سفير ليس له احترام لكل الضوابط الدبلوماسية غادر واحد من أكثر الوجوه كرها هذا العام ويرى محمد بن سعيد أن هذا الشخص أصبح غير مرغوب فيه في أروقة الأمم المتحدة لذا في رأيه افتعلوا هذا المبرر لتغييره بينما يعتقد عمر أن القصة متعمدة ومراوغة من الصهاينة لماذا؟ لأن صورة السفير أصبحت سهيئة في مقر الأمم المتحدة